اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احرزه محمود حمد الوينش من ضربة رأس قوية جدا مبدئيا كده الجولة التالتة بدأت يوم الاربعاء 11-11-2020 غينيا فازت على اتشهاد واحد صفر السنغال فازت على غينيا بيساو اتنين صفر احرز هدف السنغال عشان في ناس تتزعل مننا ان احنا ما جابناش سرط الهدفين سادي ومانيوم ضرب جزاف دي اربعة وربعين واوبا نغيد في الدي اربعة وسبعين موروتانيا تعدلت امام بروندي واحد واحد احرز هدف موروتانيا بكاري نادياي في الدقيقة تلاتين وهدف بروندي احرزه سيدي مش عارف الاسم في دقيقة تسعة وسبعين طيب كينيا تعدلت امام جزر الكمر واحد واحد غينيا الاستوائية فازت على ليبيا تلاتة اتنين احرز هدف غينيا الاستوائية ميراندا في دقيقة تلاتة وثلاتين بدرو اوباميانج في دية واحد وتسعين وابا اوباما اوباما ايدو في دية اربعة وتسعين وهدفين يليبيا عن طريق سند الورفالي من ضرب الجزاف دية خمسة وخمسين وبيتامير في الدقيقة تمانية وخمسين يوم الخمسة اتنشر حداشر عالفين وعشرين غان دفست على جنوب السودان واحد صفر زامبيا فازت على budسوانا اتنين واحد ألكونغو فازت على اسواتيني اتنين صفر غانة فازت على السودان اتنين صفر احرز الهدف اندريا ايو في الديئة 19 وفي الديئة 81 الكاميرون فازت على موزنبيك 4 و 1 احرز الهدف الكاميرون فينسنت ابو بكر في الديئة 38 وفي الديئة 47 زانبو في الديئة 58 وكلينتون موانجي في الديئة 81 وهدف موزنبيك كومباني الرأس الاخضرة تعدلت امام رواندا 00 سحل لعاج او كودفور فازت على مدغشكر 2 و 1 الجابون فازت على غنبيا 2 و 1 الجزائر فازت على زامبيا او عزرا زنبابوي 3 و 1 احرز الهدف الجزائر بغداب بنجاح في الديئة 31 سوفيان في جولي في الديئة 43 ورياض محرس في الديئة 67 اما هدف زنبابوي فاحرزه تينو كاديوويير ما علينا في الديئة 80 وابوركنا فازه فازت على ملاوي 3 و 1 يوم الجمعة 13-11-2020 نيجيريا تعدلت امام سيرليون 4-4 النايجير فازت على اسوبيا 1-0 مالي فازت على نامبيا 1-0 تونس فازت على تنزانيا 1-0 احرز الهدف يوسف لمساكني من ضرب الجزائر في الديئة 18 المغرب فازت 4-1 على افريقيا الوسطى احرز الهدف المغرب اشرف حكيمي في الديئة 10 حاجيم زياش من ضرب الجزائر في ديئة 31 وحاجيم زياش في الديئة 33 وزكريا ابو خلال في الديئة 64 او ابو خلال وهدف أفريقيا الوسطى عن طريق لويس مافوتا في الديئة 25 جنوب أفريقيا فاز على ساوتومي 2-0 أما اليوم السبت 14-11-2020 آخر مبارية الجولة الثالثة من التصفيات المواهلة أفريقيا أو كاس أم أفريقيا 2021 في الكاميرون بينين فاز على نسوتو 1-0 وجمهورية الكونغو تعدلت أمام أنجولا 0-0 ومصر أو منتخب مصر فاز على طوغو أو طوغو 1-0 أخر أحرص الهدف محمود حمدي الوينش في الدقيقة 54 من ضربة رأسي قوية جدا قوية جدا بصراحة كان هدف جميل جدا وبكده مصر تكون في صدارة المجموعة مع كينيا خلنا نتعرف بقى على ترتيب الفرق بعد هذه الجولة طيب عندنا في صدارة المجموعة بعد انتهاء الجولة الثالثة مالي في المجموعة الأولى في صدارة المجموعة الأولى في المركز الأول بسبع نقاط غينيا في المركز الأول أيضا بسبع نقاط ناميبيا في المركز الثاني بثلاث نقاط والتشات في المركز الثالث والأخير بدون نقاط المجموعة B أو المجموعة الثانية بوركينة فاسو في المركز الأول بسبع نقاط أغندا في المركز الثاني بسبع نقاط مالاوي في المركز الثالث بثلاث نقاط وجنوب السودان في المركز الرابع والأخير بدون نقاط المجموعة C أو المجموعة الثالثة غينة في الصدارة في المركز الأول بثلاث نقاط كلينشيت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بستة نقاط اما المجموعةير والصدارات في الطاقة بالمركز الثاني بنيأي نقطة وحيدة المجموعة اف او المجموعة الستة الكاميرون في الصدارة مركز الاول هي كده كده هتتأهل رسمي حتى لو هي ما وصلتش يعني من الفريقين اللي هيتأهله هي كده كده هتتأهل لان هي صحبة الارض في الصدارة بسبع نقاط موزنبيك في المركز الثاني باربع نقاط الرأس الاخضر في مركز الثالث بثلاث نقاط ورواندا في مركز الرابع والاخير بالنقطة وحيدة المجموعة جي او المجموعة السبعة مصر في الصدارة في المركز الاول بخمس نقاط ومعها جزر الكمر عزرا مش كينيا انا ااسف انا ااسف جدا مش كينيا هي جزر الكمر معها في الصدارة بخمس نقاط ايضا وفي المركز الثاني كينيا بثلاث نقاط وطغو في المركز الثالث والاخير بنقطة وحيدة اما المجموعة التامنة او المجموعة اتش او المجموعة سميها زي ما تسميها الجزائر في الصدارة مركز الاول كينينشي بتسع نقاط زنبابوي في المركز الثاني باربع نقاط زنبيا في في مركز الثالث بسلس نقاط وبوتسوانا في مركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة بالنسبة للمجموعة التسعة السنغال في الصدارة كرينشيت بتسع نقاط الكنغو في المركز الثاني بستة نقاط غينيا بساو في مركز الثالث بسلس نقاط اسواتيني في مركز الرابع والأخير بدون نقاط أما المجموعة العشرة أو المجموعة الجي تونس في الصدارة كرينشيت في مركز الأول بتسع نقاط غنية الاستوقعية في مركز ثاني ب13 تنزانيا في مركز السالس ب13 وليبيا في مركز الرابع والأخير ب13 يعني تقدر تقول فرص تونس انها كنت اهل باذن الله كثير يعني فرصتها كبيرة باذن الله تعالى في المركز المجموعة الأخيرة لا المجموعة 11 مجموعة 11 او مجموعة كيف مدغشقر في الصدارة ب6 نقاط مركز الاول ساحل العج أو كودفار في مركز سالس ب6 نقاط اثيوبيا في مركز سالس ب13 نقاط والنيجر في المركز الرابع والاخير بثلاث نقاط اما المجموعة الاخيرة او المجموعة ال مجموعة السنة عشر نيجيريا في الصدارة في المركز الاول بسبع نقاط بينين في المركز الثاني بستة نقاط سيراليون في المركز الثالث بنقطتين واليسوته في المركز الرابع والاخير بنقطة وحيدة تقدر تقول كده لسه ما فيش حاجة تحسمت بعد المجموعة الثالثة لانهم ست مجموعات على الاقل لازم اربع مجموعات يتلعب او عزرا بعد الجولة نقدر نحسم. اللي ان في فرق كده ممكن تقول ان هي ان شاء الله تاهلت خلاص. تونس مسلا خلاص اعتقد ان شاء الله يعني. يعني ممكن الجزائر بمقاني مجموعتها ما فياش غير زنبابو ويوزنبيا يعني اربعة تلاتة واحد يعني. مش كتير يعني النقطة بتاعته مش كتير. تقدر تقول برضو آآ مين تاني? والله انا بشوف معاك يعني بنشوف مين الفرق. هما دول بس يا جماعة. خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين. تونس والجزائر بازن الله. احتمال كبير يكون نتاهله خلاص يعني. في صدارة الهدفين. فيكتور اسيمين. لاعب نيجيريا في المركز الاول باربع اهداف. المركز الثاني. ايو بي. ايو بي. لاعب نيجيريا بثلاثة اهداف. يتساوى معه بغداب ونجاح. لاعب الجزائر. وواهب الخزري. لاعب تونس. وفامارا ديديو. لاعب السنغال. ولويس ليال. لاعب ساوتومي. وحكيم زي اشيات في المركز الثالث بهدفين. لاعب المغرب. وتساوى معه. يوسف بلايلي لاعب الجزائر. واندريا ايو لاعب غانا. وارستيد بنسي لاعب بوركينافاسو. واديسون اندري لاعب موزنبيك. وقوديل او قوديل دويسو لاعب بنين. وخاما بيليات لاعب زنبابوي. وكوامي كوي لاعب سيرليون. ونومنيان هاري ده. لاعب مدخشكر. عزرا يعني هو الاسم كده. ولسينا لاعب بوركينافاسو. وبرانس ايبارا لاعب الكونغو. وبيدرو اوباميانج لاعب غينية الاستوائية. وسند الورفالي لاعب ليبيا. وسامويل تشوكوينز. لاعب نايجيريا. متبعي الكرام. كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر وخلاصة. لو لسه ما اشتركت في القناة انزل اشترك في القناة بدغط على زر الاحمر. اسهل الفيديو مكتوب على الاشتراك اسبسكرايب. لو لسه ما فعلت اشترك الجرس انزل فعل الجرس. لسه لكل جديد. لو لسه ما رزعتش لايك ما تيل الفيديو. ارزع لايك ما تيل الفيديو حالا. لتساعد على انتشار الفيديو. ولو عجبك قوي يعني شاير الفيديو. نراكم فيديو اخر بازن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.